انتخامنا الولمبي كمان 28 يوم عنده اولمبيات. تاكرها? حاسس بيها? حد حاسس بيها? عند لها اولمبيات وحاجة مهمة جدا. انا كنت بكلم تلزجيفة كان بيقول ان النادي رفض ان هو يروح. بس تلزجيف كان عايز يروحه. كان عايز يروحه طبعا. انا عايز. كان نفسه يروح. هل تحاسس او متوقع انا ممكن نشوف مشكلة الايام اللي جاية ان عند ايا في مصر. تقول انا مش عايز اودي لعيبتي. اه طبعا. عشان الدول لسة 15. اه طبعا. وخلي بالك برضو عشان نكون منصفين برضو. اه. هو هو. هو ده ده حقه. حقه? قانونيا حقه. ما قانونيا حقه. قانونيا حقه? سانيا. سانيا سانيا. اه. يعني مثلا اه اه انا عند العيب وانا بنافس او انا بنزل. برضو عشان ما ناخدش. ايوة في كده وفي كده. في كده وفي كده. صاح كده? طبع. خلاص أنا محتاجه أبقى موجود معايا ميكالي عنده منتخب فعنده لعبة كتيرة جدا عنده كل الأندية يختار منها يبقوا موجودين لكن أنا لعيب مثلا حاجة زي بير أمدسا عنده إبراهيم عادل كابتن المنتخب في غياب رمضان صبحي حال إبراهيم عادل ده مش مؤثر مؤثر جدا خلاص تمام لكن دي الحالة الوحيدة اللي بقولك عايز العالم يشوف الموهبة بتاعتنا دي عشان إن شاء الله ربنا يكرم ويطلع بره نفسي نفسي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن أقول عليها لو سمحته يا إدارة بيراملز طلع الراجل ده العالم يشوف الموهبة اللي عندنا دي لأنه سنه صغير بس يكن تقولي أنه ميكالي مثلا عنده لعيبة كتيرة ممكن يختار من أكثر من فريق محرك عارف وأنا عارف وكلنا عارفين أنه عادي لعيبتك أنت عارف مشكلته في مين؟ في عبد المنعم ده التلاتة الكبار بقى كنت سيجيلك لأ عبد المنعم هو اللي هيفرق معي حمد عبد المنعم طبعا طبعا هو ده المشكلة الحقيقي ده كمان دولو التلاتة الكبار كمان مش اللهمة 23 أيو أيو أنا بقولك احنا بنتكالف في التلاتة الكبار اه التلاتة الكبار لا أسخب بها لك هو أي لعيب حتى اللي تحت 23 سنة انت مش من حقك تاخده مش من حقك تفرده على النادي انك تاخده يعني بس اصد التلاتة الكبار بقى انت شايف مين المنتخب محتاجه جدا في التلاتة الكبار هو رقم واحد عبد المنعم طبع عبد المنعم عبد المنعم ومين تاني وكان مصطفى محمد لو هو مش مصاب ان شاء الله يرجع بي يعني ان شاء الله يرجع يعني كان معايا رئيس نادي نانت من ست شهور كده كان معايا ساعة كسروا من الافريقية اه وسألته قلت له ممكن توافع ان مصاب محمد يلعب في الولمبيات قال لي اهم موفقين جدا ونحب ان مصاب محمد يلعب في الولمبيات عشان قصة بتاعة الترزيجية يعني بالزبط مصطفى مصطفى محمد لو جاهز هيبه موجود معانا اه مصطفى محمد فعلا يعني حتى المنتخب الامبي محتاجه يعني منتخب الامبي محتاج سردباك اه محتاج سردباك يبقى مع حسام طبعا ومع عمر موجود عمر فايد طبع موجود لتنين تمام حرس المرمى اظن مش عارف هل الشناوي هل مصطفى شبير يكون موجود حمز علاء عمل مطشط هيلة جدا عمل مطشط هيلة انا واخد الولمبيات خلي بالك انا ببص الولمبيات دي في الاحتراف نفسي ان اللعيبة اللي موجودة تكون كلها سنة صغير عشان يبقى فيه فرص الاحتراف كمان اتنين وعشين تبقى عشين سنة بقى سنة صغير ماشي ماشي بس على الاقل خالص على الاقل خالص فاترينة حلوة جدا تأرض عليها الموهدة في اسم ناس كتير قوي رشحته امام عشور انه موجود في منتخب اللمبي هل منتخب اللمبي التشكيل اللي موجود لدي محتاجة امام عشور اه محتاجة طبعا محتاجة امام عشور محتاجة امام عشور اه والتالي ان براهيم عادل لازم يكون موجود في منتخب اللمبي وبتقول لي برامنز يسيبوه بس محمود الصابر كمان واحد من افضل اللعيبة اللي قدت مع المتخبول بس الصابر مش بيلعب كتير يعني ما بيلعبش خالص في برامنز حتى ملعبش في زد لكن هو في المتخب اللمبي عظيم ان شاء الله عظيم جدا لعب هايل جدا وانا كنت منتخيل لما يروح زد هيأبدع بشكل كبير جدا وكان يعني فعلا كنا فترة من فترات كنا عم محتاجين وفيوتشور كان لعب هايل جدا لكن مش مؤسل لانه عنده نص ملعب كواس لكن انا بتكلم على الحتتين ان برامنز محتاج جدا بعد رمضان صبحي طبعا والمشكلة ان شاء الله ربنا يا رب ان شاء الله رب العالمين يعني تطلع بسيطة بإذن الله يا رب ان شاء الله يعني عشان ما نقصرش موهبة زي رمضان صبحي المناسبة كوزة رمضان صبحي دي برضو فيها حتة مش حاجة كويسة من بعض الجماهير يعني في بعض الناس شامتانة في رمضان صبحي لا 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 زي اللي هو فانت فاهمني اللي هو بعض الجماهير اللي هو انت ما كملتش انت ما كملتش مع الاهلي فخلاص بقى انت مستقبلك ضعف الموضوع بس بص ده شيء طبيعي ده شيء طبيعي يعني مش لدرجة الشامتة احنا مش مشجع الشامتة لكن طبعا الجمهور اللي زعلان منه وخاصة الجمهور النادي الاهلي طبعا فامني ده شيء عادي في كل العالم لكن الموقف ده نفس كل الناس تقع في جنبه طبعا الناس تبقى سابورت لي لانه انا دايما اقول انه هو محتاجينه في منطقة مصر جامد يعني رمضان من اللعبة المهمة بالنسبة لنا شخصيا موهبة مهمة جدا يتحافظ عليها انه هو هيفدنا جدا في منطقة مصر